كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون و المشاهدات الكرام وحييكم جميعا بتحية الإسلام فسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته المسلم في هذه الحياة متفاعل مع الآخرين متفاعل مع مجتمعه متفاعل مع أسرته متفاعل مع الطاعات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وأيضا متفاعل مع الأمور التي فيها رفعة و صلاح له عند الله عز وجل و فيه بناء لعلاقاته مع الآخرين هكذا هو المسلم إيجابي إيجابي مع من حوله و هذا هو وصية نبينا الكريم عليه الصلاة و السلام حينما قال و يعجبني الفأل بمعنى أنه يرى المنظار الطيب و لو كانت الأمور التي حوله ربما تكون يعني ظروف فيها من الألم أو فيها من العقبات الشيء الكثير و لكنه ينظر لها بمنظار التفاول هذا الأمر يدعونا إلى أن نعلم صفة قد تبطل النفع و قد تبطل العطاء الذي يقدمه الإنسان قد يبذل الإنسان المسلم ملايين و قد يبذل مئات الألوف و لكن هذه العطاء أو هذا البذل يذهب سدى كيف يكون ذلك يكون ذلك بصفة أسأل الله أن يعافينا جميعا منها هي صفة المن صفة المن الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْثِرُ و الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في صورة البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّي وَالْأَذَى و يقول جل وعلا في موضع آخر قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى ما معنى المنة؟ المنة هو أن يذكر الشخص الشخص الآخر الذي أعطاه أو منحه شيء معين من أي شيء مال أو غيره فيذكره بها تذكر يوم أعطيتك الشيء الفلاني تذكر يوم يعني فعلت لك توسطت لك في الشيء الأمر الفلاني تذكر 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 فيذكره بأمور هو بدل له فيه هذا هو المن فلذلك من صفات الأنبياء و صفات الصالحين الابتعاد عن هذه الصفة منها أو من الصور موسى عليه الصلاة و السلام حينما سقى للفتاتين ماذا فعل؟ فتولى عنهم فتولى إلى ظل الشجرة موسى عليه الصلاة و السلام حينما ورد ماء مديا وجد عليه أمة من الناس يسقون و وجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما سألهما رحماهما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما يعني أعانهما على ذلك ثم تولى إلى الظل ما هو الشاهد في هذا الموضوع الشاهد هو أنه لم يقل أو لم يذكرهم بما فعله معهم مباشرة ذهب إلى الظل و دع الله سبحانه وتعالى فلذلك هذا أو هذا المشهد يبين لأي إنسان كائنا من كان مسلما أن يعلم أن من مبطلات الأعمال التذكير بماذا بأنك مننت أو أعطيت أو توصت لفلان أو أعطيت فلان أو ما إلى ذلك لا من وفقك لهذا العمل الله سبحانه وتعالى من أعانك أنك تعطيه الله سبحانه وتعالى من أعانك أنك تتوسط له الله سبحانه وتعالى فلا تمن الله اللي يسر لك و الله سبحانه وتعالى هو الذي أعانك على هذا الشيء و لو شاء ربك ما فعلوه فلذلك الله سبحانه وتعالى وجه نبينا الكريم قال وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْهِ أي عمل تعمله لا تستكثره لأن الذي وفقك له هو من؟ هو الله جل وعلا فلذلك حفاظاً على عملك أو على عمل أعمالنا من أن تبطل حفاظاً على العلاقات التي أقمتها مع الآخرين بأن أعطيتهم و بدلت لهم و من أعظمهم قربة أبنائك زوجتك والديك أخوانك أهلك أرحامك أقاربك معارفك لا تمن عليهم حينما ترى منهم وجه آخر وجه الاستنكار وجه أنهم ما قدروا هذا العمل لا تقول لهم شيء دعهم هذا العمل الذي عملته زي ما يقولون ارمه في البحر خلاص أنت موضوع ستجده عند من عند من عنده الخزائن التي لا تنفج سبحانه وتعالى فرمي أو عملت العمل احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا تنتظر من قريب ولا من أولاد ولا من زوجة ولا من إخوة ولا من معارف أي أمر أو أي شيء يردونه عليك إنما ارتج الأجر ممن من الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور هكذا يتقبل العمل وتظهر فيه روح الإخلاص لله سبحانه جل وعلا أسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وأن يبعدنا عن صفة المنة والأذى وأن يجعلنا جميعا ممن يوفقون للمشاركة في كسر في كسر منهم أصيبوا بفاقة أو أصيبوا بعازة أو ما إلى ذلك وأن يجعلنا مباركين إنما كنا أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والرشاد هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على شفيعنا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور ليضيء ظلام الديجور هذا البرنامج برعاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر